قدم 33 نائبا في مجلس النواب اليوم رسميا طلبين الاستجواب كل من وزيري الطاقة والمالية وذلك استنادا لأحكام المادة 65 من الدستور والمواد من 144 إلى 151 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب النواب مقدمو الاستجواب استندوا في استجوابهم على ما وصفوه بالعديد من المخالفات المنسوبة إلى الوزيرين حسب رسالة الاستجواب وأضاف النواب بأن وزير الطاقة أخلى بواجباته بعدم تقديم خطط واضحة لإعادة توجيه الدعم بالنسبة للمنتجات النفطية بحيث يتم المساس بالمواطنين وذلك على خلفية الارتفاع المفاجئ في سعر البنزين كما أوضح مقدمو الاستجواب أن استجواب وزير المالية يأتي نتيجة فشل الوزارة في اتباع السياسة الناجحة لإدارة الدين العام